الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إغاثة اللهفان يقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه ويكون الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد